بشرفنا دكتور أحمد سابت محل أداء رقمي ضيف علينا في السادسة مساء خيري دكتور أحمد وأهلا وسهلا مساء النور وأهلا وسهلا بحددك ودائما متقلق شكرا خليني بس قبل ما أدخل في الأهلي وسيمبة عايزة أسمع وجهة نظرك في قصة أنه كنت أكلم مع جمهور النادي الأهلي في بداية الحلقة على أنه المطش ده مهم قوي بالنسبة طبعا مع التلات نقط ومع استدارة المجموعة وده حاجات مهمة جدا بالنسبة للأهلي نحاق في مواجهة سيمبة لكن كمان أنا الحقيقة بالنسبة لي ده ترمومتر ده مقياس إيئيس عامل متغير مستني أشوفه أو أرصده في مباراة سيمبة من رجالة الأهلي وهو إزاي أنك أنت تاخد مباراة خارج أرضك مش على ملعبك وسط جمهور الفري المنافس وإنت جاي كبطل أفريقي عندك شخصية البطل بالفعل يعني هو الأهلي طول عمره نادي بطولات لكن الجيل ده أغلبه يعني 90% من قائم ما حققش البطولة دي مع نادي الأهلي قبل كده غير في النسخة الأخيرة فده متغير الجيل ده ما لعبش بطولات عالم قبل كده راح ولعب وقدر يواجه وقدر يكون ند وقدر يكون منافس ورجع ببرونزية ده يأثر إيه بشكل عام في مشوار الأهلي في النسخة الجديدة من دول الأبطال بسم الله الرحمن الرحيم طبعا أعتقد بالنسبة لجيل الزهبي بتاع نادي الأهلي اللي هو كان في 2005 أو 2006 كان برضو الجيل ده كان يعني لما بدأ أو تم صنعته أو بدأ أنه بداية مشواره كان ببرونزية المونديال 2005 مظبوط في 2006 بعد كده بدأت عملية أن أنت لما بتاخد البرونزية وبتاخد دوري أبطال أفريقيا وبتاخد الدوري البطولة بتجيب بطولة والمكسب بيجيب مكسب أنت لما تخط دوري وخط كاس وخط دوري أبطال أفريقيا أنت لما بتنزل الفرقة بتخاف منك أيا كانت بقى بتلعب بجماهير مش بجماهير الفرقة كل فرق أفريقيا طبعا ده غير اسم النادي الأهلي وهيبة النادي الأهلي ما بقى لك بقى بالجيل الموجود ده دلوقتي النادي الأهلي أعتقد استعاد شخصيته هيبته اللي هي الغول بتاع أفريقيا الغول بتاع الكارة دي النادي الأهلي استعاد الهيبة دي والشخصية دي في الفترة الأخيرة وأعتقد أن لا يعني بالعكس أن النادي الأهلي في الفترة دي الشخصية دي يعني الحاجات دي ما بتهزش خالص النادي الأهلي سواء الأجواء الجماهيرية الموجودة هناك او بالعكس اللعب الجماهير ده فالنادي الاهلي كان بيلعب بجماهير برضو في كاسة العام للأندية الحاجة دي بتدينا ثقة اكتر وتديك دفع اكتر اعتقد ان للعيبة اي جيل بيروح كاسة العام للأندية بيبقى عنده الرغبة وعنده الطموح انه هو يروح كاسة العام للأندية مرة تانية فده اعتقد ان عند الثقة الكاملة ان شاء الله يعني وجميل النادي الاهلي عندها الثقة في اللعيبة ان زي ما قلت لحضرتك ان انت بتصنع جيل جيل أبوتريكا وبركات وعماد ميتا الجيل الزهبي بتاع واق الجمعة الجيل الزهبي يعني بدون ذكر أسماء معينة يعني الجيل الزهبي كله أنت دلوقتي برضو بتصنع جيل زهبي تاني فالجيل الزهبي ده بيجي بإيه؟ بيجي أن أنت حققات برونزية حققات دوري وكاس وكذلك عندك سوبر أفريكي وعندك سوبر مصري عتبقى محقق بطولات كتير جدا والبطولة بتجيب بطولة إن شاء الله يعني البطولة بتجيب بطولة فأعتقد أن لما بتاخد البرونزية أنت نازل هم مرعوبين اللي بيعملوا كل ده كل النازلة اللي هي مثلا Total War أو Point of No Return للحرب الشاملة ونقطة اللي هي عودة اللي نازلة على السوشيال ميديا عندهم ده كل ده ده بيدل على الرعب وبيدل عارفين إن هم هيلعبوا مين عارفين إن هم جايين بيلعبوا يعني اسم النادي الأهلي وهيبتوا في أفريكيا كلها حاجة وإن أنت أواخد لسه البرونزية بتاعت المونديال دي حاجة تانية طبعا اشتركوا في القناة